أسعد الله صباحكم أحبتي الصف الرابع نريد أن نحل كتاب التمارين صفحة 14 و 15 هيا أحبتي لنفتح الكتاب السؤال الأول استعد لدراسة الوحدة هاي مجرد إنها مراجعة على الوحدة كاملة أقرب إلى المنزلة المعطاة في كل مما يأتي أخذنا كيف نقرب الأعداد إلى أقرب عشرة إذن هاي وضعنا خط تحت السفر وننظر إلى الرقم 3 لا يعطي الرقم 3 لا يعطي السفر إذن تبقى سفر ونضع مكان الثلاثة سفر فالناتج 800 هيا 6842 إلى أقرب 100 نضع خط تحت منزلة المئات وننظر إلى المنزلة التي أمامها فالرقم 4 لا يعطي الرقم 8 إذن نضع أسفارا والرقم 8 يبقى كما هو والرقم الذي بعده في جهة اليسار يبقى كما هو أجدنا تجمع كل مما يأتي 21613 زائد 4820 نعرف كيف نجمع 3 زائد 0 ثلاثة 1 زائد 2 ثلاثة 6 زائد 8 أربعة عشر إعادة تجميع 1 زائد 1 اثنان وأربعة 6 واثنان لا يوجد تنزل كما هي لنرى 8 ألاف واثنى عشر 6 ألاف وثلاثمائة وعشرة 2 زائد 0 2 1 زائد 1 2 0 زائد 3 ثلاثة 8 زائد 6 أربعة عشر أكتب جملة الضرب التي يمثلها كل نموذج تعلمنا في الصف الثالث كيف نكتب جملة الضرب عدد المجموعات ضرب عدد العناصر إذن كم يوجد عندنا مجموعة هذه واحدة تنتين ثلاثة إذن نضع ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12 وإذا وضعنا قسمناهم إلى أربع مجموعات أيو ويكون في كل مجموعة ثلاثة تصبح أربعة في ثلاثة تساوي 12 وكذلك في المثال قسمناهم إلى مجموعة مجموعتان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمسة في كل مجموعة عنصران إذن خمسة ضرب اثنين يساوي عشرة أو يمكن يقسمها الطالب يأخذ الخمسة هذور في مجموعة والخمسة هذور في مجموعة فتصبح مجموعتان اثنان ضرب خمسة يساوي عشرة أحسنتم أجد ناتج ما يأتي ذهنيا كيف إننا سوف نستخدم مضاعفات العشرة أو المئة أربعة ضرب ثمانية عشر الأربعة كأنها الثمانية عشر عبارة عن عشرة زاء الثمانية إذن أربعة ضرب عشرة أربعين وأربعة ضرب ثمانية اثنان وثلاثون هيا نجمعهم فيصبح اثنان وسبعون كذلك في المثال ستة ضرب اثنين وعشرين مكونة من ستة ضرب عشرون مئة وعشرين وستة ضرب اثنين اثناش ونجمعهم ونجمعهم فيكون الناتج مئة واثنان وثلاثون مئة واثنان وثلاثون هيا خمسة ضرب اثنان وأربعون عبارة عن خمسة في أربعون خمسة في الأربعة عشرين ونضع السفر للعدد أربعة هيا وضعناه فأصبح الناتج مئتان وخمسة ضرب اثنين عشرة مئتان زائد عشرة مئتان وعشرة وكذلك تسعة ضرب مئة نضرب تسعة ضرب واحد تسعة والسفران ننزلهم كما فيكون الناتج تسعمائة كم دينارا يوجد في ستة ورقات نقدية من فئة الخمسين دينار إذن خمسين دينار في ستة ورقات كل واحد يعني خمسين 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 نضرب خمسين في ستة ويساوي ثلاثمائة دينار أصل بخط بين عملية الضرب وناتجها هنا يوجد ستة وثلاثين ضرب أربعة ما ناتج ضربها مئة وأربعة وأربعون كيف ستة وثلاثون ضرب أربعة يساوي تلاثين ضرب نضرب تلاثين ضرب أربعة مئة وعشرون وستة ضرب أربعة أربعة وعشرون هيا أجمعهم فالناتج مئة وأربعة إذن نصل 144 وكذلك 8 ضرب 91 نضرب 8 ضرب 90 91 إذن شو قيمة التسعة 90 شو قيمة الواحد واحد 8 ضرب 90 8 بسبعة 72 وكم يوجد سفر يبقى كما هون 8 ضرب 1 8 نجمعهم في الناتج 728 وكذلك 3 ضرب 75 الناتج 225 هيا إلى صبحة 15 أحبائي الضرب في مضاعفات 10 مئة ألف أجد ناتج ما يأتي ذهنيا واذكر الطريقة التي تستخدمها إحنا أخذنا خاصية التجميع وأخذنا خاصية الأنماط فالأكثر استخداما هي التجميع أحبائي استخدموا 3 ضرب 400 نجزء الرقم 400 إلى نحلله مكون من 4 ضرب 100 والرقم 3 يبقى كما هو نستخدم خاصية التجميع نجمع 4 ضرب 3 ضرب 100 4 ضرب 3 12 ضرب 100 بدرق 12 في 1 12 والسفران ننزلهم كما هما 4 ضرب 80 إذن نجزء 80 عبارة عن 8 ضرب 10 والأربعة تبقى كما هي إذن نستخدم خاصية التجميع 4 ضرب 8 ضرب كم يوجد للثمانين 0 1 إذن 10 هنا الأربعمائة أحبائي سفران إذن ضرب 100 هنا 0 1 ضرب 10 هنا ثلاثة أسفار ضرب 1000 فتسعة ضرب خمسة ضرب 1000 إذن جمعنا تسعة بخمسة 45 ضرب 1000 45 في 1 45 كم يوجد سفر إذن ننزلهم كما هما أكمل الجدول أدنى وأجد نواتج الضرب هيا أحبتي 40 ضرب 82 40 ضرب 500 4 في 25 ويوجد سفر واحد 40 ضرب 7 4 في 7 28 ويوجد للأربعين سفر واحد 40 ضرب 9 4 في 9 36 و سفر هيا أحبتي 700 ضرب 2 7 في 2 14 كم يوجد للسبعمائة سفران أحسنتم 700 ضرب 5 7 بخمسة 35 35 ويوجد للسبعمائة سفران أحسنتم 7 ضرب 7 49 ويوجد للسبعة سفران الرجاء مراجعة جداول الضرب أحبائي الطلبة 700 ضرب 9 7 ضرب 9 63 والسبران يبقيان كما هما هيا 6000 ضرب 2 نضرب الستة ضرب 2 12 كم يوجد سفر للستة آلاف ثلاثة تبقى كما هي التركيز هنا 6000 ضرب 5 لا 6 ضرب 5 30 30 في سفر 30 هلا يوجد للستة آلاف ثلاثة أسفار لا ننسى واحد اثنان ثلاثة تركيز عليها 6000 ضرب 7 6 بسبعة 42 نضرب الأرقام ثم نعد الأسفار 1 2 3 1 2 3 أحسنتم 6000 ضرب 9 إذن 6 ضرب 9 54 وثلاثة أسفار أحسنتم سؤال خمسة يعمل رامي في شركة 8 ساعات في اليوم فكم ساعة يعمل فيه 300 يوم إذن 300 ضرب 8 ماذا نفعل؟ نعم 3 ضرب نعمل خاصية التجميع ونحلل العدد 300 عبارة عن 100 في 3 والثمانية تبقى كما هي إذن 3 ضرب 8 ضرب 100 نجمع 3 ضرب 8 24 ضرب 100 24 ضرب 1 أي عدد في 1 24 والسفران يبقيان كما هم أضع عدداً مناسباً في المكان 8 ضرب ماذا يعطينا 72 كأنها 72 تقسيم 8 9 أحسنتم والسفر يكون هنا في سفر إذن لأنه عندما أتأكد أحولها لعملية ضرب 8 ضرب 9 72 ويوجد سفر تبرير عند ضرب عدد كلي في عدد من مضاعفات 10 100 ألف أبرر لماذا يكون الناتج عدداً زوجياً لماذا؟ لأن أحده دائماً سفر هيا أحبتي مثال 5 ضرب 100 500 ماذا أحده؟ أحده سفر إذن زوجي 39 ضرب 1000 هاي 39 ألف ماذا أحده؟ أسفاراً أحده سفر إذن عدد زوجي أي عدد أحده سفر أو 2 4 6 بيكون زوجياً تحدى أكمل النمط هنا نمط العشرين أصبحت ماذا يا أحبائي؟ 40 40 ماذا أصبحت؟ هلا كأنها 2 4 8 لاحظ أنك ضرب العدد بـ 2 بربنا في 2 20 في 2 40 40 في 2 80 80 في 2 160 160 في 2 320 320 في 2 640 الرجاء كتابته ودوره